عندما تسير على هذا الطريق المؤدي إلى مستشفى الشفاء تدرك أن هنا في غزة ما من مفر فحتى المستشفى الملجأ الذي من المفترض أن يكون آمناً تحول من جديد إلى ساحة للقتال معارك محتدمة تكاد لا تتوقف منذ فجر الاثنين الماضي وتطال أيضاً المنازل المحاذية استشهاد تسعين فلسطينياً التحقيق مع ثلاثمائة واعتقال مئة وستين هذا سريعاً اختصار لمأساة طويلة يعيشها النازحون الفلسطينيون في مستشفى الشفاء لليوم الرابع على التوالي والسبب بحسب إسرائيل التصدي لعناصر من حماس موجودين داخل أروقة المستشفى رغم التصريحات الرسمية إلا أن لإسرائيل منذ بداية الحرب سوابق بارزة ففي تشرين الثاني الماضي اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الرنتيسي وقالت يومها إنها عثرت على ورقة مكتوب عليها بالعربية أسماء مقاتلين من حماس يتناوبون على البقاء مع الأسرى الإسرائيليين إلا أن الورقة في الواقع كانت عبارة فقط عن أيام الأسبوع وفي منتصف تشرين الثاني الماضي اقتحمت أيضاً القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء للمرة الأولى ولمدة ثمانية أيام ومن ثم انسحبت لتعود هذه المرة وتحاصر المستشفى من دون أي مؤشرات واضحة إلى أمكان انسحابها قريباً لم توفر إسرائيل منذ اليوم الأول قصف مختلف المستشفيات في غزة كما تظهر هذه الخريطة وها هي مجدداً تحول مستشفى الشفاء اسماً على غير مسمى وفي شهر رمضان الذي كان متوقعاً أن يكون شهر هدنة ليس بوسع الفلسطينيين العزل سوى الدعاء لساكن السماء بعدما تبرأ منهم ساكنوا الأرض